ألف لامر تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص روياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين ويثمك وعلى آل عقوب كما أتمها على أمر قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن ياكله الذيب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذيب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسره بطاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراه معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتريه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وقال الذي اشتريه من مصر لمرأته لأكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إن ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرأي برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستمق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشه الشاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأي قميصه قد من دبر وقال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قشغفها حبا إنا لنريها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا وقلن حاشا لله ما هذا إلا ملك كريم قالت قالت فذلك لقد راوته عن نفسهم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولكون من الصاغرين قال ربي السجن أحب إلي مني أدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه استجن فتيان قال أحدهما إني أليني أعصر خمرا وقال الآخر إني أليني أحمل فوق راسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا نريك من المحسنين قال لا ياتيكما قعام ترزقانه إلا نبأتكما بتاويله قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهفار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيستي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتاكن الطير من راسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أري سبع بقرات سمان يا كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في روياي إن كنتم ذر رويا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتاويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يا كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يا كلما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك أوتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغير وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسيا إن أمرأة بالسوء لا يهدي ربي إن ربي غفور رحيم